اهلا بكم مشاهدين الكرام في متابعاتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق حيث يستعد المتظاهرون لتظاهرة مليونية اليوم الجمعة في وقت تواصل الحكومة وميليشياتها قمع التظاهرات وذلك من خلال استهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز وشن حملات اعتقال واختطاف الناشطين وليجل ذلك نرحب بضيفنا في الستوديو الناشط المدني الأستاذ بهجة الكردي مرحبا بكم أستاذ بهجة ومشاهدين الكرام سينضم إلينا عبر سكايب لاحقا من مالمو الكاتب والمخرج العراقي الأستاذ علي ريسان أستاذ علي مرحبا بكم مرحبا بكم حياكم الله وأيضا سيلتحق بنا من ساحة التحرير الناشط في التظاهرات الأستاذ علي عاتب مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة والتي سنناقش فيها ثورة تشرين خاصة أن اليوم يوم الجمعة ويستعد المتظاهرون للنزول بتظاهرات مليونية ربما يكون الاتصال جاهز مع الأستاذ علي عاتب طيب إلى حين جهوزية الاتصال ننتقل بالسؤال إلى الأستاذ بهجة الكردي أستاذ بهجة نبدي من تصريحات نجاح الشمري وزير الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي يقول أكو طرف ثالث ما سمى هو منه هو اللي يقوم بقتل المتظاهرين بقنابل الغاز ومعرفون شنو المصدر تعليقك أشكرك يا سيدي خليني بس بالبداية أحيي أخواني المتظاهرين نعم والرحمة للشهدانة والشفاء العاجل للجرحانة ومليون تحية للمنتخب العراقي اللي الحقيقة حقق ما يريد نعم الآن على شعبنا أيضا أن يحقق ما يريد فبارك الله بهم جمعوا العراقيين وخلوا في كل المحافظات تخرج شعارات ضد المحتلين الفرس بالعراق وضد عصاباتهم فهذه أيضا بالمناسبة أما أرجع على وزير الدفاع نجاح الشمري يا سيدي أو نجاح الشمري نجاح الشمري نعم لأنه نجاح الشمري البارحة في لقاء غريب على قناة فضائية يقول نحن كحكومة لم نستورد هذا النوع من السلاح الغازي السام طيب السؤال من أدخلها إلى محافظات العراق أي حكومة بائسة وأي رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة هل يريد أن يبر نفسه؟ يعني إذا يريد أن يبر نفسه فهي كارثة لأنه ما يبرأ هؤلاء لأن القتل صاروا أكثر من خمسمية والجرحة وصلوا بحدود العشرين ألف طيب السؤال لناجح نجاح الشمري أنه يا نجاح الشمري هذه العملية حدثت وأنت وزير للدفاع نعم وتتهم قوة يقول هناك قوة ثالثة يعني أو جهة ثالثة طرف ثالث طرف ثالث نعم فأنت مسؤول بالوزارة لا أكو قانون عسكري يحكم اللي تجي رشوة صندوق ويسكي وهو الآن قائد عمليات في البصرة أيام النظام السابق تم اعتقاله ودخل سجن على صندوق رشوة أما على مقتل خمسمية وأكثر من عشرين ألف جريح وأنت تصورون أنه هذه العملية سهلة نعم طيب ليش هذا يعني أنا بس أردفهم ليش ما يقول من هو هذا الطرف الثالث ما هي كارثة هذا الغاز تنتجه دولتين سربيا وإيران طيب هذا النوع وعلى كلام الوزير أنه العبوة هذه أثقل من العبوات الطبيعية اللي يستعملوها العالم ثلاث مرات ثلاث مرات نعم وغاس سام السؤال إلى من اللي يدفع فلوس أكيد الحكومة العام قابل جاي أهداء هذه نعم هذه الأشارات ما تهدأ هذه نوعيات عسكرية خاصة هذه حتى الصهاينة اللي يستعملوه في غزة يختلف عن هذا اللي يستعملوه هؤلاء اللي دايش شدقون بحب آل البيت في كل مناسبة نعم فهذه حقيقة جريمة هذه ليست كما يقولون قوة مفرطة هذه مو قوة مفرطة أخواني أبناء الشعب العراقي هذه جريمة ويجب أن يحاسب عليها الوزير والحكومة وأنه أدعو القضاء أن يوصلها إلى المحاكمة الدولية لأنهاء جريمة حرب زين هو موزير الدفاع باعتقادك أستاذ بهجد نعم يعرف منه الطرف الثالث ويخاف طبعاً يخاف أن يقول من هم هؤلاء اللي دايش يتحكمون بالجيش أخي محمد السؤال اللي يجب أن ينطرح إذا عد هذه العصابات هذا النوع من الغاز ماذا يوجد في مقراتهم وفي قواعدهم وفي معسكراتهم من أسلحة غير هذه الأسلحة اللي شفناها اليوم نعم معناها أنه هذه الجماعات اللي مدى يقدر أحد يعرف تحركاتها هياً لمسيطرة على الجيش وهؤلاء إماعات نعم طيب يمكن أستاذ علي ريسان عبر سكايب ويانا الآن جاهز أستاذ علي ريسان مرحباً بكم من جديد حياكم الله آسف فقدنا الاتصال شوية كم دقيقة شكراً جزيلاً لصبركم أستاذ علي ريسان مليونية جديدة هاي المليونية كشفت ادعاة عبد المهدي الذي قال بأن المتظاهرين هم قلة وهم مندسون وما يمثلون كل العراقيين تعقيبك على هذا التصريح نعم أول مرة تحية إليك والزميل المعاك والمشاهدين قناة الحرة اللي أثبتت في كل لحظة وفي كل فريمي تنتمي لمهنية الإعلام الصادق وتنتمي للعراق بتجرد عن أي ديولوجية أنه العراق مثابتنا الآن بالبداية أنا أحب أن أهني شعب العراقي يعني إحنا مو فقط ناخذ الجانب السلبي خذنا شوية انطر عرواحنا بفوز المنتخب العراقي يوم أمس وهذا الفوز الحقيقة ذكرنا بفوز شباب آسيا بالمنتصب 2007 لا الشباب آسيا على إيران نعم بالتسعة وسبعين 78 سبعة وسبعين هي شيء ذكر منتصب السبعينات والبارح العراقيين يعني للشهادة يعني من اتصالات يعني تعرف العراقين الآن بالداخل والخارج مع عبارة عن خلية من من الانتماء والفرح والشجن والتجلي البارح العراقيين بالشوارع يقول هذا الانتصار ذكرنا بانتصار بانتصار بالحرب الثانية 88 من قال هذا المخبور فميني تجرات وسم الوقف اطلاق النار وهو كان انتصار للعراق هذا حقيقة العراقيين الآن عاشو خلال هذه الساعات الماضية نعم انتصارنا يعني طبعا هو انتصار للعراق انتصار لأبطال التحرير وإحنا شفنا المشاهد لمنتخبنا لأنه باللعبة السابقة أنا أريد أكد عليها كثيمات مهمة يعني حتى الرياضة مستلبة باللعبة السابقة أجبروا الوعيب على عدم لبس الوشاح الأسود لأن كانت المظاهرات فالوعيبنا لأنه انتماهم حقيقي للعراق كانوا بعد كل هدف يقرون الفاتحة إذا لاحظتم يقرون الفاتحة لبشهداء والواحد من الوعيب كان لابس الكمامة وشفنا أناشيدهم وشفنا رقصهم وشفنا هذا التلاحم الجميل من العراقين موجودين في الأردن هذه رسالة جدا مهمة تأكد على أنه العراقين متوحدين بالثقافة والفن والرياضة وكل المناهل التي توحد هذا العراق أرجع على سؤالك زميلي العز أنا أعتقد أنه هم أفلسه هم في الحضيظ الأخير الآن ويقونت هذا الانتصار تتجلى وتكبر هذه الكرة التي بدأوا العراقيين يحيطوها بالمحبة والانتماء والأصالة لذلك نحن هذا المشهد مشهد مرعب ومشهد خلانا ننتشي بالانتماء لهذا الوطن وطن الرافدين وطن الأمهات والثكالة والشعراء وطن دجلة والفرات البارحة شفنا مشاهد مليوني بالمناسبة جاوزت المليون المشاهد البارحة في ساحة التحرير جاوزت المليون وهم بدأوا يعني يتمنون أن يطلع عادل عبد المهدي لأن عادل عبد المهدي ومجموعة الأراضي والذيول للتابعين القاسم سليماني الآن كل ما يصدرون بيان كل ما زخم يكثر يعني كل ما بالضبط معادلة عكسية يعني كل ما يصدرون بيان أنه دولة مندسين دولة وشفنا مشاهد مشهد الطفلة هاي الجميلة اللي عمرها بعمر الورد اللي تقول للمتظاهرين جاي ويا أبوها تقول لهم أروح لكم فت ومعرف ما أعرف ما أسوي لكم وشفنا هذا صورة الطفل اللي يصرخ يعني مشاهد تكفي لأنه تعتز بعراقيتك وآسف للمفردة ولكن الآن العراقيين إذا لاحظتوا بدأوا يكنون ذولة بمفردات حتى عيب على الصحافة أن تطلقها ولكن الآن هم يعني ديول ماكو أقسى من هذه الكلمة لذلك الآن عودا على بدء على تعليق الأستاذ السميل اللي معاك بالنسبة للوزير الدفاع أنا يا طمئنة أنا بالسويد إحنا مجموعة من العراقيين المختلف مناهننا وقوائفنا وقومياتنا قدمنا دعوة لأنه يحمل الجنسية السويدية كمجرم حرب لأنه عملية إبادة هذا الشعب الصابر المجاهد وشفنا الصور الجميلة التي تأكد على تلاحم هذا الشعب الشعب الذي يمتلك غيره بدأ العالم يتحدث عنها يعني شفنا الآن يعني تعرف إحنا عندنا مثل بالعراق يقول يقول الدقاق يفك اللحيم إحنا تعدينا حتى اللحيم تعدينا حتى الحديد بالصبر ولكن كنا دائما نعول على ديمومة هذا الانتماء الانتماء بثقافة وأصالة إحنا بلد الأنبياء بلد الثقافات بلد التنوع بدل بلد الفنون والتجري نعم أستاذ علي على ذكر الفنون يعني يمكن إحنا ننتظر خلال دقائق القادمة في ساحة التحرير ستعرض مسرحية مقتضبة يعني تحاكي الواقع الواقع العراقي وإيضا تحاكي واقع المتظاهرين في ساحة التحرير أرجو أن تبقى معنا أنتقل إلى أستاذ بهجت أستاذ بهجت يعني هناك من يقول ليش تخرجون التظاهرات أحنا بلد تخلصنا من نظام قديم ديكتاتوري وأيضا جبنا الحرية والديمقراطية وحرية التعبير كانت قناة وحدة صارت ستين مدري سبعين قناة إذاعات صارت ما يقارب المية صحف بين مقروعة وإلكترونية يخترب من 150 صحيفة لكن عندما نجي نشوف بأنه اختطاف مدير المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية رتبت لواء ياسر عبد الجبار في وضح النهار في بغداد ليش الناس تطلع مظاهرات شوحة سيدي وهذا ابن الدولة ابن الدولة هذا ابن الدولة ويعني المؤلم أخي محمد أن يخرج قائد عام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يطالب بإطلاق صراحة من المختطفين ولا يجوز عملية خطف بدون أمر قضائي يعني أي بائس قليل من الخجل معقول أنت قائد عام للقوات المسلحة يعني يا سيدي ما مجرت في تاريخ العراق أنت تحرك أنت تأمر تأمر قطعاتك تروح تجيبهم من خشومهم اللي قطع ما معقولة خطف نساء بالمظاهرات وخطف رجال وهذا خطف عسكري عراقي يعمل في دوائر ومؤسسات الدولة بالمناسبة لو لم تكن الصورة بالصدفة أنه في مكان بها كاميرا أكيد كان سكة عادل عبد المهدي وكان نفوها وكان عبد الكريم خلف قال هذا لم يحدث وهذه تشويهات ولكن بالصدفة أن الصورة ظهرت على الإعلام بلحظة لتم الخطف هذه تقول أنه لا شرعية لعادل عبد المهدي نعم وعار عليه أن يستمرك رئيس وزراء لأنه هذه ما حثت أنا أردفتهم أخي محمد منه بالعراق يحكم من يدير شؤون المحافظات يعني أنا أعدد لك القوة الأمنية عندك قيادة غرفة عمليات البغداد عندها عمليات الموصل كربلاء عندك وزارة الدفاع عندك وزارة الداخلية وزارة الأمن الوطني وهيئة الحشد العليا شوف كم مؤسسة أمنية ومع هذا عينك عينك يتم قتل الأبرياء ويتم القناص يقوم بواجبة وأبو قنابذ الغازية يذبح ويقتل وكأنه دولة يعني معناها أنه أكو ناس داخل هذا البلد هي من تحكم وكل هؤلاء إماعات يعني أكو ناس أقوى من الدولة طبعا هذا يؤشر أنه أكو ناس تأمر وتنهي ومن هنا شوف القضاء ما يدخل يعني حتى في قضية الأسلحة والغازات اللي صارت ما سمعنا القضاء العراقي الدخل ما سمعنا إلى موقف هذا لو في أي دولة شوف ليش ديمقراطيتنا أنا سميتها ديمقراطية البرتقالة لأن الديمقراطيات بالعالم يصير بها معارضة مثل هكذا قضية في أي حكومة ديمقراطية المعارضة راحت بهدل الحكومة والوزراء على أنه هناك أسلحة دخلت للعراق تحرق الناس تقتل الناس ولا يوجد من استوردها لا يوجد الوزير دفاع يقول أنه نحن لم نستوردها لم نستوردها لها دولة أكو ديمقراطية كما تقول أي ديمقراطية هذه الإمعات تعمل ديمقراطية هذه الإمعات تبني دولة أكو وزراء في غير دول إذا صار حادث تصادم لقطار نعم يقدمون استقالاتهم ويطلع جاء جرت جرت في اليابان مو صار حادث اتأخر القطار اتأخر في اليابان ثلاثين ثانية عن موعده استقال وزير المواصلات في أكثر من دولة عملية رشوة بسيطة تقود الاستقالة إلا في العراق إلا في العراق سمعت من 2003 أحد استقال حتى رئيسة كوريا الجنوبية نعم حكمت بالسجن حوالي ما عرفش كم سنة لأنه جاب صديقتها لزمتها صحيح يعني أحد المقاولات نعم أخي محمد تعرف ليش ما يستقلون هذه المجموعات البائسة جماعة تعالوا احتلونا ليش ليش ما يستقلون مع كلها الفضايح يعني هاي فضيحة الأسلحة الغاز السامة هذه تكفي بإقالة هذه الحكومة وتحقيق معها ويدخلون كلهم إلى السجن لأنه تم قتل أبناء الشعب العراقي بهذه لأنهم كلهم اشتروا الوزارات من يوم اللي صار الاحتلال الوزارات تباعوا تشترى فالوزير حاط لعشرة مليون دولار حتى يصير وزير بعد ما انطلع فلوسة بعد ما انطلع فلوسة صار لسنة ويعادل عبد المهدي ينراد لأربع سنوات حتى يطلع فلوسة طيب وهذا السبب شوفوا يعني شغلة غريبة أين الغيرة العراقية عند هاي المجموعات المصيبة أنه هؤلاء أقسموا بالقرآن في كل صحيح ذكرى دخول حكومة جديدة صحيح يودوا لهم القرآن ما نجيب لكم إذا أنتم تقسمون بالقرآن تخون الوطن تسرقون الوطن تبقون الوطن تجيبون أسلحة ما موجودة بالعالم وأسلحة سامة واتدخلوها البلد وتنذبح البلد وتبقون وتقسموني على القرآن نعم طيب أستاذ علي يعني مثل ما ذكر أستاذ بهجت يعني فضائح وفضائع للحكومات المتعاقبة ليست في هذه الحكومة لكن بما أنه إحنا نتحدث عن التظاهرات في حكومة عادل عبد المهدي يعني مثلا الوزير الدفاع يقول هاي الأسلحة أو القنابل الغاز ما إحنا ما مستورديها أيضا مثل ما ذكر أستاذ بهجت هناك يعني سرقة لأموال الشعب سرقة للعراق هناك تهريب للنفط كومنشنات أيضا هناك الحكومة والتظاهرات أيضا اللي زادت من زخمها يوم بعد آخر طيب الحكومة ليش ما تستقيل وتفضل الموضوع وينتهي نعم لهذا السؤال يعني شروا البليات ما يضحك يعني حق الجواب أنه إحنا ما عندك دولة وبعدين أريد أن نبه على هاي الأسلحة لأن الشيء بالشيء يذكر يعني إحنا العراقيين نتابع خاصة إحنا الموجوعين بالألم العراقي ونحاول أن نشقص ونشتغل على تعيط الناس ودعم هذا الزخم الإنسان الرائع الوطني بالإيران قبل عشرة أيام أو أكثر أبناء جنوب القلب البصرة الحبيبة بصرة الفيتاء سووا اعتصام وقطعوا الشوارع على مود جتهم إخبارية أكو مجموعة كونتينرات بها أسلحة جاية من إيران طيب هاي المظاهرات قمعت بقسوة حقيقة وصار عليها تقتيم إعلامي هاي الكنتينرات هي تحمل هاي الأسلحة بالمحصدة ماكو شيء الثاني يعني منين دخلت منين دخلت نريد نعرف يعني الجدي من السماء هاي معروفة بعدين نريد ننبه على شيء قبل ما نتحدث بالجزء الثاني على واجب الفنانين والدباء والبصاصين والشهراء اللي من خلال هاي الفعاليات معظم الضباط اللي رجعوهم بعد سنوات المسخ 2003 بعد الاحتلال هما ضباط كانوا يعني موسياسيين يعني مفصول لهم مرتشي لهم مارس زنب المحارم لهم بون خليسمعون العراقيين ويعرفون ضباط الجيش الحقيقيين كلامي هذا معظم الضباط رجعوهم وخصوصا في دورة هذا النزق التافه اللي العراقيين اللي باعون ممكن عليه يعني يتمنون تعليق أول واحد على مشنقة العدالة والقصاص العراقي نور المالكي جنب كل ضباط العراق اللي قسم من عجهم قسم من عجهم كانوا محكومين بسبب خيانة شرف العسكرية وشرف الوطن هذول الضباط من ضمنهم بالمناسبة قائد شرطة البصرة خلي سمعني زين تاريخ معروف لماذا كان ضابط أمن في زمن النظام السابق هسس عني وطني وهو قبل ما يقمع أبناء البصرة خلي سمعوني أبناء البصرة في شهر بتقرير هو قال ما نقدر نسيطر على كم المخدرات والكريستال الذي يصلنا من إيران هذا موثق علي موانع شي لذلك العراقيين الآن يعرفون أنه أمامهم ليسوا ناس يحملون شرف المواطنة ولا الانتماء ولا الشرف الشرف العادي ما يحملونه يا أخي هم مجموعة ثلت سرسرية بالمعنى الحقيقي ثلت سرسرية سرقوا هذا الوطن الآن العراقيين يعيدون لأبناء الحقيقيين العراق بي زاخر بالكفاءات والوطنيين والمستقلين بالمناسبة العراقي الآن يقرأ كل الأديولوجيات كل الأحزاب من اليمين إلى اليسار لا تعني له حذاء متظاهر الآن في ساحة التحرير هذه سبعون الزين العراقي الآن مسك ناصية الانتماء إلى وطنيته إلى هذا التآلف إلى هذا التنوع بالقوميات وبالمذاهب شنو ذنب المواطن الآشوري كله آشوري أن يغادر العراق وهو واصل العراق شنو ذنب المواطن المنداء الصابقي الأزيدي الشبكي هاي التلاوين الحلوة التركماني يعني كل القوميات أصابها هذا الضرر تهميش هويتها ويلقاها حولنا إلى نازحين كنا يعني الآن نتسوي طوطان ما كو مكان في العالم ما بي نازح بكفاءات وبناس وطنيين وبناس محروقين على هذا الوطن يتمنون فقط أن يندفنون بالعراق ما يتمنون أن يسرقون هذا البلد الآن البلد لازم يقعد وإن شاء الله راح يقعد ما أدري إذا عندك سؤال يعني أنا أستاذ علي يعني حنتطرق إلى مخرج عراقي سوى فيلم تسجيلي عن المواجهات اللي جرت في ساعة القلاني لكن أنتقل إلى أستاذ بهجت حتى نعطيكم ربما جزء من العدالة اللي فقدناها في العراق عن طريق الحكومات المتعاقبة في إعطاء كل حق حقه أستاذ بهجت أكوى ثائق مصورة تتحدث عن مسؤولية الحجد استراد الأسلحة الخاصة وتحويلها إلى قوات مكافحة الشغب المشكلة مهنة المشكلة بأنه قسم العتاد في مديرية التسليح ووزارة الداخلية أعادت هذه الأسلحة أو هذا القنابل الغاز المسيل للدموع والأسلحة أيضا أعادتها إلى هيئة الحجد لأنه الأسلحة التي جابوها منتهية الصلاحية طبعا شوف يا سيدي هذا المشروع كان مسبقا منظم يعني متوقعين في حساباتهم لأنه في أكثر من تظاهر كانت إيران بره بره من 2011 داعش ولهذا أقول لأخواني وتاج راسي في الساحات هذا يومنا هذه العملية مال استعمال الغازات لو يتم استثمارها من قبل قانونيين عراقيين ويصل عدد الشكاوى والدعاوى على حكومة عادل عبد المهدي وهذه العصابة اللي وياه إلى مليون دعوة وشكوى على الحكومة مطالبة بالتعويض إلا تسقط هذه الحكومة ومطلوب من هذا القضاء التعيس اللي لحد الآن ما حقق ويا فاسد حققوا لي ويا ضابس شرطة ما أخذ رشو وخمسطاعش أليف وراح دخل سجن ست سنوات بينما حيتان الفساد اللي سرقت المليارات وقاعدة قدامهم وتصرح إلى اليوم وإلى اليوم تجيب أسلحة ما معلومة من الناحية الفترة الزمنية الصلاحية وتجيب أسلحة محرمة دولية وتدخل العراق وبدون علم الحكومة معناها أنه اللي يحكم بالعراق إيران وقاسم سليماني وليس هذه الإمعات وإلا كيف تدخل لو مثلا الحادثة صارت مثلا بس في البغداد أنه الأسلحة الغازية اللي بيه بغداد مثلا أنه بيها غازات سامة وغازات ثقيلة وغير يعني كان افتهمنا أنه مجموع لكنه في كل المحافظات ولهذا أدعو المنظمات الدولية أن تجعل من قضية الأسلحة السامة الإيرانية اللي تستعمل وثيقة رسمية وهذا كلام وزير الدفاع موثق صورة وصوت صورة وصوت موثق أنه هذه الأسلحة لم تستوردها الدولة كل من تنفسها حتى لو ما كان متظاهر عليه الآن أن يقدم شكوى لأنه هذه غازات سامة وغير مرخص استعمالها على المدنيين من ينصفه أستاذ بهجد ماكو إنصاف في العراق من ينصفه شوف يا سيدي لابد من الشعب العراقي هذه العملية يجب أن تنطي زخم مثل مباراة يوم وأمس طلعت مظاهرات في أربيل وفي السليمانية وفي كاركوك والموصل والفلوجة والرمادي حسوا العراقيين هذا طرح ما جاي بالصدفة هذا نهوض داخلي لقيم ولكرامة العراق اللي استبيحت من قبل إيران لقطة لم أنساها أبدا في لحظة هذه أذكرها للإخوان المنتفضين لحظة أنه صفر الحكم ضرب الزاوية أكو عامل نظافة أردني لازم العصة بالركن باللحظة اللي صفر رفاعيديه يدعي التفصر قول هذا العربي وهذا السعودي وهذا الإماراتي وهذا البحريني والجزائري ليش كلهم فرحانين لأنه تغولت إيران بهذه الزبالات اللي موجودة بالمنطق الخضراء ستة عشر عام تحرق بالشعب العراقي ستة عشر عام تذل العراقيين اليوم أنا قلبي وصدري يثلج لما أسمع يقولون أنا العراقي آني وعلى أبو سليماني وعلى عمار وعلى كل هاي المجموعات البائسة اللي ما عدها غير لا على دين ولا على وطن طيب أستاذ علي ريسان باعتبارك يعني مخرج مسرحي وإيضا كاتب المخرج العراقي مهند أبو خمرة سجل ربما يكون هناك يعني فيلم وثائقي قصير لكن يحمل معاني كثيرة أيضا سجل مغامرات سواق التوكتوك ومغامراتهم كما وصفها مع القوات الأمنية في بغداد وأيضا وصف دورهم في دعم التظاهرات الجارية شبهها بهوليوود أكشن تعتقد الفنان يعني ما نريد نروح على الفنان زايد لكن تعتقد الفنان في العراق مقصر نوعا ما في دعم التظاهرات والله بالمحصلة نعم بالمحصلة نعم وانا لا يعني بس بس بالانتماء لا أنا أقدر أقول 80% من أصدقان الفنانين سينمائيين ومسرحيين وكتاب له ومراعي أستاذ علي أستاذ علي آسف للمقاطعة ولكن أنتقل إلى الخبر العاجل ومن ثم أعود إليك في خبرنا العاجل وردنا تون انطلاق تظاهرات واسعة في محافظات النجف وكربلاء والبصرة وذيقار والمثنت تفضلوا أستاذ علي آسف جدا عفية يا أود عفية بارك الله بكم نعم حقيقة هو أنا زيدا العراقيين وبالنسبة للمرحة وجهت رسالة لصديقي الكاتب سيناريست كاتب المسرحي الكبير علي عبد النبي وهو من أبناء سومر وقال إحنا ثابتين الحقيقة المظاهرات كلها موجودة بها فنانين حقيقيين فنانين ودباء وشعراء وقصاصين وأنا أخذ الجانب الفنانين العراقيين الآن موجودين بعض الفنانين بعض من ركب من كان مستفيد يعني قدم في الدولة وقدم من المستشارين ذولة معروفين يعني مثل ما معروف نحن الآن نحكي بالمسميات يعني مؤيد اللامي نقيب الصحفي العراقي ل16 سنة هو أبوق لنور المالكي الآن حاول أن يدخل بالمظاهرات حتى يبيض شوية من صفحاته شباب المظاهرات هو وعي جدا رائع عند العراقيين خلي سمعوني ذول المتلونين وعاظ الصلاة خلي سمعوني زياد وعي عند الشباب العراقي به ناس مثقفة وبه ناس موجوعة وبالمناسبة عندما ثابت العراق راح ينتصر عملوا منشيتات المؤيد المؤيد اللامي أنا أرجع على كل الفنانين الآن جلبوا وقفهم من خلال صديقنا الرائع الفنان الدكتور جبار جودي نقابة الفنانين بالمناسبة موقحها الآن هو بداية إذا يذكرون العراقيين حتى البر بداية شارع الرشيد نعم يعني سوانات شقمقشي بالضبط نركن يعني قريبة جدا يعني إذا تطلع من باب النقابة تلتفت يمينا ترى جبل أحد جبل التحرير جبل الأحرار يعني بالضبط لذلك كان ديدنهم أنه هم مع المتظاهرين يعني من خلال تصليحات كثير من أصدقان يعني جبار المشهداني وكثير من الفنانين وشفنا الفنانين مرتضى وشفنا أسيا كمال وشفنا موقف الرائع للصديق المخرج والفنان جلال كامل جلال كامل وشفنا الرائعة وخيتي الرائعة الفنان القديرة سنة عبد الرحمن وكل موجود موجودين موجودين لأن وجود الفنان حقيقة جدا مهم لأنه يكون وهو مثال لذلك ما تقدر تفصل بالمناسبة يعني حتى موقف أصدقاننا من خارج يعني من فنانين وأدباء يعني يعني مثلا الفنانين مثلا كاظم ناصر والشاعر عبد الكريم هداد الموسيقين مثل مثل محمد عبد الجبار ومثل يعني كثير من طيب أستاذ علي رسالتك رسالتك للفنانين رسالتك الآن للفنانين حتى أرجع على أستاذ بهجة أنا رسالتي الحقيقة دائما ما أدونها وحتى في مدونات يعني أقول أنه أي منجز بدون انتماء يصبح حش يعني لأنه دائما حتى نحن استلهمنا يعني من المفكرين يعني يكون قوج رائع دائما يحضرني للمفكر الإبن رجد يقول الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه يعني أنت إذا ما تنتمي إلى وجعك إلى يعني وبعدين الألم الحقيقي يصنع الفنان الحقيقي أنا ما شفت فنان مترف يعني بين قوسين عنده منجز حقيقي لذلك مثلا الفنان لازم يكون صاحب رسالة حقيقية لذلك يعني منجزك مثل سكة القطار يعني متوازية منجزك مع انتماءك إذا اختل أي واحد من عجوم أنت ما ممكن أنه تكون إيقونة أو تكون مثال أو تكون لذلك دائما الشعوب تخلد الفنانين يعني كثير من الفنانين المبدعين ما كان عنده انتماء مثلا عندنا شاعر كبير بابلوني رودا لأسارة إيقونة لأنه كان ينتمي يعني قفاعدة تنتمي مثل رامبو مثل كثير عندنا شعراء وعدنا قصاصين وعدنا موسيقيين والآن الحقيقة الفنان العراقي أثبت انتماء أثبت هو متابع إلى سلطة ودولة لأنه الفنان بالمناسبة والأديب إذا انتمل أي أديولوجية يسقط كل منجزة لأنه الفنان والأديب والشاعر والقاص والإعلامي هو مثل الطير الحر لا ينتمي إلا لإنسانيته وهو ثقافة لازم تكون أمومية أستاذ علي أيضا المعتصمون افتتحوا مشروع مكتبة شهداء التحرير رح نناقش حضرتك هذه القطوة العظيمة لكن أنتقل إلى أستاذ بهجت أستاذ بهجت المتظاهرين وصفوا حكومة عادل عبد المهدي برئيس حكومة القناصين شون تابعت هذا الوصف يعني إجاب مكانة دقيقين نعم رهيبين رهيب شعبنا الحقيقة عند طلعات يعني بالمناسبة يعني من الصعب أن تحدث في أي شعب من شعوب المنطقة يعني صور أثناء المباراة البارحة أهم بالمناسبة رجع عليها لأنفرحتنا يعني في النجف ساحة وفيها شاشة كبيرة رأسا طلعت يعني أهزوجة نعم من النجف العمان إلا نحرق إيران والناس كلها في هذه اللحظة التمت حول هذا الشعار وقل لأخي علي ريسان وأقول لك يا سيدي بالمناسبة حتى يعني أغلق موضوع المباراة جماعة تعالوا احتلونا زبالة الاحتلال أغلبهم البارحة برقيات تهنئة للفريق العراقي والفوز على فريق على فريقهم الإيراني لأن الحديد حارة يعني صول أغ قيس الخز علي والمالك والجعف وكل كل كل هاي المجموعة تعالوا يحتلونا البارحة على أساس يريدون يوصلون رسالة للشعب العراقي أنه يعني شوفوا أنه احنا هم مثلكم فرحانين أنتم مجرمون ويجب محاسبتكم ويجب زجكم في السجون والمعتقلات وإعادة الأموال المسروقة وهذا الشعب لا بد أن يحسم أمره وأن يلتف كل شعب العراق البارحة يوم مهم في تاريخ العراق يعني معقولة أنه مباراة قدم تجمعنا ودماء أبنائنا وشهدائنا ما يخلينا نثور إلى حد أنه خلال أسبوع يجب أن تطلع هذه المجموعات من المنطقة الخضرية أستاذ باجة تأسف لكن في خبرنا العاجل الذي وردنا قبل قليل ربما سيكون جاهز على الشاشة هناك توافد الكثير من المعتصمين والمتظاهرين في مدينة الناصرية ربما سيظهر بعد قليل أستاذ علي ريسان يعني الغازات المسيلة للدموع والإطلاقات النارية تطلق على المتظاهرين لكن المتظاهرين أيضا منسوا الثقافة المعتصمين افتتحوا مشروع مكتب الشهداء التحرير وذلك داخل المطعم التركي المطلع للساحة وذلك هذه إشارة مهمة لأهمية الثقافة في بناء عراق جديد خالي من المحاصصة والسريقات وإضا قيل سابقا الكتاب يعني يؤلف في مصر ويطبع في لبنان ويقرأ في العراق شون تابعت هذا الحدث العظيم أطلقات نارية قنابل غاز وسيل الدموع هناك كروفر من قبل المتظاهرين والأجهزة الأمنية لكن القراءة لم تنسى في ساحة التحرير تفضل أستاذ علي حقيقة فالشيء جدا رائع وهذا أعتقد اللي يقودون مجموعة من الشباب من ضمنهم يعني بلال والثوري الرائع صاحب الحرف والكلمة ستار عبدالستار أنا أعتقد وكثير كثير يعني ما أريد أذكر أسماءهم هاي الفعاليات لأنه إحنا ما عدنا إحنا مو دمويين إحنا إنسانيين أريد أن أكد للعالم وإحنا دائما حتى قلت لهم للشباب اللي على اتصال دائم بأنه حاولوا أنه توصلون شعارات يافطات بالإنجليز إحنا محتاجين العالم يتحرك شفنا نداءات حتى من الكنائس في مصر يعني مشاهد رائعة شفنا من لبنان هاي الأغاني والأناشيد العراقية لأنه إحنا الحقيقة العراق هو منبع الثقافة والقلقامش وأنكيدو إحنا إحنا أهل الشعر والقصائد والأهازيج والعتابة والإسويحلي والمحمداوي إحنا أهل الخوريات والمقامات أستاذ علي آسف المقاطع ولكن في خبرنا العاجل خبر مهم إصابة ثلاثين متظاهرا برصاص القوات الحكومية في ساحة القلاني وسط بغداد كيف تعلق على هذا الحدث إصابة ثلاثين متظاهر برصاص القوات الحكومية أستاذ علي ريسان نعم وبالمناسبة هي مو حكومية هي الميليشيات اللي قودها الخرساني وهذا التافق قيس الخزعلي والحقيقة معروف والمناسبة حتى الشيء يذكر خاف يقولون يضيفون أنه جزء من الحشد لا والله الحشد الحقيقة كثير من ناس أثبتت وطنيتهم بالمناسبة معظم اللي كانوا بالحشد الآن غادروا من الحشد من شافه تفاهت لأنه شافه هاي البودرات يعني هو مثلا قائد الحشد عنده ثلاثين ألف منتسب أو متضموع وهو وظائف لها مثلا مئة وثلاثين ألف يعني تعرف أنه الآن هما سراق واللصوص فأنا أعتقد هذه الرصاصات التي تأتي من كلاب إيران والمناسبة بالمناسبة عندهم حقد يصل إلى أنه حتى هذه فرحة الفوز تمثل يعني ممكن بحساباتهم التاف النزقة العميلة الدنيئة أنه فرحة العراقيين بانتصار منتخب ضمن سبورت الرياضة هي فن السبورت يعني أنه لازم أن يقتلون لازم أن ينكثر من بيوت الجوادر والفواتح والأمهات الثكلة بس هما خطآنين لأنه بالمناسبة كفنانين أنا عن نفسي وأعتقد يأيدني الكثير من الفنانين والأدباء والمسرحيين والقصاصين أقسم بالله ونقول هل ما زلنا سلمين ولكن في لحظة معينة كنا نتحول كنا نحمل السلاح لأنه أنتو وصلتون إلى مرحلة أنه تتوقعون أنه بس ما تعتقد ما تعتقد أستاذ علي ما تعتقد بأن عملية سلمية التظاهرات هي ربما تكون أكثر وقعا من مسألة نحن هنا يعني دائما نتحدث المظاهرات السلمية والناس اللي طالعا مظاهرات يحملون فقط العلم العراقي وحبهم للعراق وتكاتفهم السلمية بالعكس السلمية هي اللي أقلقت الحكومة أكثر أنا معاك بس أنا أنا أقول يعني نحن نوجه رسالة للعالم المتظاهرين مو مطالعين يعني مو مو من رياض أطفال يعني المتظاهرين أيضا يحمل روح الصد وروح يعني المتظاهرين شبوا ويا الحليب على البارود نعم نحن أبناء أربعة حروب خلي سمعونا خلي سمعونا نحن أبناء نحن أبناء السواتر والقواطع يعني يعني ماكو عائلة ما تعرفت أن تحمل السلاح ولكن نحن نراكنين السلاح على صفحة نقاتلكم بالكتاب وبالقصيدة وبالإنشودة وبالإهزوجة ونقاتلكم صمودنا ونقاتلكم بهذا التلاحم بالأطفال اللي تحمل ورد بالإعلام اللي بيد الأطفال بأناشيد بالتكبيرات بصوت الكنائس بالنواقيس الكنائس بصوت المؤذن اللي يكبر لانتصار هذه الثورة هم مستمتين ما عدهم حلول بالمناسبة هم واصلين إلى مرحلة لأنه مرحلة يعني اللص والقاتل والمجرم والمؤبون يعني ما ممكن أن تتحاوروا إياه نعم نحن نحاول أن نصل بهذه الثورة بأقل الخسائر أنا من أقول حقيقة اللي سمعونا يعني حتى نحن نقول سلميين يعني من أقول العراقي عنده أساليب الرن لأنه من وجاءنا على هذا الشباب لأنه كل شاب يسقط كل شاب يسقط يعني بكل الأحزاب من اليمين إلى اليسار بكل العمائم اللي ارتضت بالاحتلال هو هذا كل سبب هذا الاحتلال وهذا الخنوع وهذا الذل اللي عاش العراقي 16 سنة واللي حجيت عنه هو 16 قرن من التخلف من الغاء الهوية من تفاهة التعليم من كل شيء حتى ذاكرتنا يعني هذا الوجع العراقي بدأ يتراكم بدأ يتراكم وصل إلى مرحة البركان نعم نحن الآن بركان عراقي يكون تهو ساحة التحرير طيب أنا هذا دائما ما أقول أنه الصمود والصبر نحن نتوكل على الله يعني إيماننا بالله عظيم أنه عمر الدم ما يسير موي والدم بالتقادم ما يسقط طيب نعم أنا أرجع لك إن شاء الله أستاذ علي أستاذ بهجة مثل ما ذكرت قبل قليل في الخبر العاجل إصابة 30 متظاهر في بغداد لكن المجازر المستمرة في بغداد لم تثني المتظاهرين عن التراجع شنو هذا الإصرار الموجود عند الشباب حتى يستمرون رغم سقوط شهداء مئات الشهداء وألاف الجرحة ليش هالاستمرارية هذه شوف يا سيدي تعبوا نعم هذه 16 عام كانت عليهم قرن ظلم فقر تجويع إهانة إذلال مخدرات عدل عدل المهدي يقول من الأرجنتين تدتي يعني مو من الإيران مزين وأكثر من هذا يا سيدي أنه خذلهم الجميع وأنا أقولها ومسؤول أمام الله يعني لما لما المرجعيات تخذ الشعب العراقي المظلوم المنكوب بهذه المجموعات البائسة وين يروحون العالم فما عدهم خيار آخر إلا التمسك بما حققوا في ساحات وشوارع العراق وأنه التف في الناس لأنه المشروع خطير لا زال خطير لا زال القوة المعادية للعراق تعمل أنت تصور لما مرجعية في خطبة الجمعة تقول حق التظاهرات حق مشروع للبالغ الكامل تعرف شنو معناها؟ معناها أنه يا مدراء المدارس يا مدراء مدارس الطالبات والطلاب لا تسمحون بخروج الأطفال اللي أقل من 18 سنة لأن شنو بالغ كامل ما هي هذه الشريحة يا مراجعنا الرشيدة أكثر ناس دفعت ثمن بهذا الوطن ضاعت أحلامهم أنتو شنون يتقولون للبالغ الكامل وكم عمر البالغ الكامل عدكم موعيب هذا الشعب الآن يحترق فمنا صار مليان دم يا مراجع شوية خجل أقف مع شعب العراقي مرة أطلع فتوى بتحريم استعمال الغازات السامة الإيرانية أطلع فتوى مو أتكلم وأقول ندين ونججب استخدام القوة المفرطة هذه مقوة مفرطة أخي محمد هذه جرائم بحق الشعب العراقي أستاذ باجة آسف المقاطع ولكن أستميح ضيوف الكرام سننتقل مباشرة إلى ساحة القلاني لنقل التظاهرات التي تحدث هناك فإلى ساحة القلاني هذه الصور تصلنا مباشرة من ساحة القلاني في بغدان المتظاهرون مختنقون من أثر الغازات المسيلة للدموع الغازات السامة لنقل التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في ساحة القلاني وسط بغداد نلاحظ كما هو واضح في الصور هناك إطلاقات لقنابل الغاز المسيلة للدموع ما دعى المتظاهرين إلى سكب المياه المقطرة على وجوههم لتفادي الاغتناق بهذه الغازات ترجمة نانسي يلاحظ يلاحظ ترجمة نانسي في فلستوديو الناشط المدني الأستاذ بهجة الكردي شكرا جزيلا وكذلك أشكر عبر سكايب من مولمو الكاتب والمخرج العراقي الأستاذ علي ريسان أستاذ علي شكرا جزيلا لكم أهلا بك وأيضا كان من المؤمل أن يكون معنا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات على عاتب ولكن ربما تكون هناك الأوضاع غير مستقرة ولم نستطع الاتصال بالناشط في التظاهرات على عاتب مشاهدين الكرام على يتحال نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة